الجراد يجتاح دلتا أبياً، إذ لا يجد المزارعون هنا أي وسائل ممكنة لمكافحته، ما أدى لمواصلة الانتشار في الأراضي الزراعية، متسبباً في إتلاف الكثير من المحاصيل وحدوث خسائر كبيرة في الأودية. الجهات المسؤولة في المحافظة تقول إنها تبذل جهوداً حثيثة لتقديم المساعدات اللازمة للمزارعين في مكافحة الجراد، الذي غزأ أجزاء واسعة من الأراضي في مناطقهم. بالمقابل يؤكد المزارعون المتضررون أن غياب الدور الرسمي وعدم التجاوب مع مناشداتهم المتكررة بضرورة التدخل لإيجاد حلول سريعة لمكافحتها تقلل من نسبة الخسائر فاقم من المشكلة. قمنا بقهود من تلقاء أنفسنا لمكافحة الجراد لكأننا فشلنا ولم نستطيع. الآن في أراضي زراعية موجودة ساغية ولم تزرع وفي أراضي زراعت ودمرت ونحن منتظرين من السلطة المحلية حتى يقبلنا سيارة واحدة لمكافحة الجراد. وطبعاً لا حياة لمن تدادئ. ليست هناك أحصائيات رسمية لحجم الأضرار التي أصابت المساحات المزروعة غير أن السلطات المحلية تشير إلى أن حجم الضرر يبدو كبيراً. معللة ذلك بعدم امتلاكها الإمكانيات الخاصة بمكافحة الجراد الذي شكل استيطانه في المحافظة كارثة حقيقية في القطاع الزراعي. ترجمة نانسي قنقر